سلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير انا الحمد لله في نعمة الفيديو تا اليوم كما راكم تشوفو خلاص الفاكنس ووليت الداري كنت مصورة واحد المقطعتها كيفاش كنت خليت الدار تمة لا غالبت سوبريمالي اكيد نقيتها كامل يعني كما اعطاها لنا عودنا رجعنا له المفاتح دياله والامانة دياله حبيت اقول لكم هنا كنت وليت للدار الروتين تع غدوة مندك كي وليت في العشياء لقيت الماء خصلت كامل حوايت توعي يعني تع الفاليزة اللي لبسناهم اللي ما لبسناهم ش اللي الفراش خصلت كلش ونشرتو وهنا غدوة مندك كانوا عندي حبيبات تا حلوة قعدوا لي في الكونجيلاتور كنتم خبيتهم اجبتهم ستقهويت بيهم وبديت لغوتين ديالي كيما على بلكم كامل كي نجو من الفاكنس ولكنوا غايبين على الدار سمانة ولا عشري ايام وبليجي انقوها ونديرو اشغالتنا زد درت لها ماشينا لافي كانوا قعدوا لي واقع لها ددغة وشوية هكا تفاتف كيما نقولو زد تخسلتهم رحت دوزنت فطوري درت قطعت على اللحم هكا روتي رح نطيبو فلا كوكوت مينوت رابيتلو مشي رابيتلو عفوان قطعتلو حباب بصل مقطع رقيقات قدرو تترابيوها ملح وفلفل لكهل هادا ما كان وش درتلو نخليه يتقلى ملح من بعد نمرقوه بالنسبة لهادك القدر الملحك وش هاني ديره فيها ولا طنيجرة هاني ديره فيها بطاطا قطعت هادي بتيدي مع سنينه تعطيه وشوية عالما ملح فلفل لكهل من بعد ان شاء الله هكي طيب نحن ديرها الابوري نزيد لها الحليب ومو غرفا تعزبدة كبيرة جيب زاف بنينة اهنا يا مرقت على الحمديالي غطيتو وخليته يطيب وحت ساعة غير ربح طاب الزبدة ما شاء الله هزي تخليته شوية تقلف هاديك الزيت تعو وتحمر لي واكلينها بالصحة ولهنا ومن بعدها رحت يعني باش نطوائي الحالة لقيت الغبرة لقيت يعني شحل من حاجة ما لغي كنت يعني من قيام قبل الدار اكيد قبل ما نخرجنا لازم ننقيها خليتها كما نقولو كل حاجة مرتبة كل حاجة في بلاستها ميكين ولوك وتعرفو لازم نعودو نجوزو على كامل الحالة هنا يا سيقتها نحية الغبرة بدلت ليدغا فحفحتها كما نقولو كما لازم الحال وهدي هي النتيجة ديالها قعدتلي غلا فاليز بسك عاودت فيها حوايجي تعليما نلبسها مشتعلها عراسك وتعرفو باش اطلعها لزوج فوق الخزانة بسك تقيلها عليا وهدي هي ستيكي تلاشان بغدرت القرآن وخليتها تتهوى من بعد رحت ديغا كتومو للسالون هو تاني نحيت كامل هدوك المخايدن في التهم يعني شاركتكم مقطع طافات بسك على بلكم تصوير مع الشغل يعطل وانا كنت مزروبة مدبيا نعود نجوز على كامل الحالة باش اتبانلي وباش يعني نبدا لاغوتين تاعي معاكم فنقة نقيتو وخليتو احنا يلا بيوغي تاعي كنت دزيت لها الحليب والزبدة وميكسيتها بالميكسر يعني كاين بزاف لي حبوا يديروها بهديك الرحيوة تعبكري انا ما عنديش وتجيب زاف بنينة بيها عندي غل الميكسر قدرتها في الميكسر قولوا لي الى تقدرو تاني نديروها في الاشواغ هكا باش ندو دي زيدي لما الفديرها في الاشواغ ولا اتقول لي اهنا يا هايليك هادا كل الحم قعدت فيه وبتيت سوس هكا يجيب زاف بنين شاهدكم في الجنة ان شاء الله اهنا يا كان فطوري واجد افطر نابس حول هنا ربيدوا من نعمة علي وعليكم ان شاء الله ويفرج على كل واحد راهي ديقة به اهنا تاني كانوا نشفولي الحوائج اللي كنت خسلتهم البارح دخلتهم وشو نقول لكم قو ججبل كنت درت خواله فلا ماشينا لافي الساشلنج تعمر ملقيش كامل وين ننشر اهنا يا اكي دخلتهم راني نطوي فيهم في القجور اه كي ما اشتوا انا هادي هي الطريقة على الطويان ديالي سوختوا الحوائج تامي متسنين جايين صغار يقلقوا في الطويان امبوسيب نطويهم كيما الحوائج الكبار وثاني ما يدخلطوا لكم شتمتم لتغواغ تعولي داتكم ولا الخزانة تعهم يعني بهذا الطريقة ننصح بها كل واحدة اترولي وتحطي اه يقعدو هما هما وتاني يبانو لك كي تحبي تتجبدي حاجة ولبلة ما تخربي تتجبديها والاخرين يقعدو كامل مطويين مشي هادي فوق هادي تتجبدي من تحت تتخرب بالفوق تتجبدي من الفوق يميلو من تحت اه يعني هادي طريقة بزاف عملية وخرج التعدية وكن ديجا شاركتها معاكم اه وكيم بزاف تاني اللي طبقوها كيما راكم تشوفوا رديت كامل لحوائج البلايس هام زي التاني اللي كانوا نشوفو لي اه رديتهم هنا يحطها المخايد مام اللي دغا والمخايد نطويهم بنفس طريقة وبزاف يعني ساعدوني اه هنا يتاني رديتها دوك سوية التوعية الكوسميتيك اللي جبتو سيكي تكامل لحالة هكا باش انتهدنا وما نعياش ما تكونش عندي يعني بخيسيون في الشغل اهنا راحت مع العشية باش ندير واحد الكيك اليومي بزاف ابنين يعني روعة هاد الكيك نتمنى تجربوه وفيه مقادير يعني قليلة نسحقو فيه ثلاثة حبيبات تعولاد الجاج يكونوا بحرارة الغرفة انا كينت صباح وعولت نديرو اجبتهم حطيتهم فوق البوتاجي هكا باش نلقاهم واجدين نسحقو فيه ثاني كاس غربة تاع السكر السكر العادي وندربوه بالباتغ من الاحسن الباتغ اللي ما عندهاش تقدر بالفوي ما بسرح تدرب يعني مليح مليح تاي بياض الخاليط وتحسوه يعني الدوبلا نسحقو تاني كاس غربعة على الزيت ان شاء الله ما ننساش نكتب لكم المقادير فيه صندوق الوصف هكا باش تستفادوا كتر نقعد نخلط تاني في الزيت حتى يتجانس لمليح مليح يعني في كل مرحلة نديرو اضافة لازم نخلطو نزيد لها نصف كاس على الحليب الحليب هنا دايما ما تكتروش في المسكوتشو في الكيك يعني في الجين وازي لدرتوها بالحليب بس الحليب يتقل يجيكم تقيل الكيك تاعكم ولا المسكوتشو دايما ديرو نصف كاس ولا أربع كاس عاود تخلط مليح ودوكا نسحقو فيها زوج كيسان تفارينا سواسوا يعني ما تنقصو ما تزيدو كي ما تشتو هنا يا البنات راني نعمر في الكاس اللولاني أكيد مغرب لين يعني هديك الأبوات الصغيرة توجو نغرب الفارينا لداخل نسحقو تاني كيس ونصف تعخمير كيميائية يعني هدي قاعدة في كل زوج حبات ولاد الجاج ولا زوج حبات بيض نسحقو باكي تعخمير كيميائية باكي تعال لي ثلاث حبات نضير باكي ونصف تعخمير كيميائية هنا يخلط بيان الكاس اللولاني ونزيد الكاس ثاني بالنسبة لقاوة هدي الكيك هذا يجي شوية شايد روحوا مشي هديك الخفيف يعني كما المسكوت شوفوا البنات نقعد ندخل في الفارينا أنا دربتها بالباتيغ تقدرون أنتم مغير بلا تدخلوها ويتجنسوا كامل المكونات هاي وهنا الخالط التاعي راه واجد وش راح ندير جبت المول تاعي تاع الكيك يعني أنا عندي مول صغير إلا كان عندكم مول كبير تقدروا تضعف المكونات ندهنوا بالزبدة ونرش عليها الفارينا وهدو ماليمول تاع الزجاج ما يلسقوش لبنات وننصحكم تشرو هادو تاع الزجاج بس يبان لكم الكيك ملتحت سخت الكيك المسكو تشتو كيف نفتح عليهم في نصط طياب راح يحبط كامل هادك النفخ إلا كانوا طلعوا الله يبارك يحبط كامل من الأحسن تشرو هادو تاع الزجاج باش تطل عليهم غير مزجاج على كوزينياء وتشوفو إلا تحمر من التحت إلا ماغ إلا يعني دخلو طياب ولا لا لكي تفتحو عليه ما يحبط لكم ما يصرو كوارث ويجيكم الكيك تاعكم وللمسكو ابنين وطالع الله يبارك هنا ينقص تشوية في البول من الخاليط درت له حوالي زوج مغارف صغيرة تاع الكاكاو يعني ينقوم ميزان في الكاكاو اللي تحب ديروك حل بزاف ولا تحبو غير هكا اللون فقط كي ما تحبو نخلط مليح الكاكاو مع الخاليط بالمغارفة باش نزينو به الكيك تاعنا ويجينا كي ما نقولو كيك روخامي هاي لك اهنا يفرقت كمية نسقمها على كامل هدك اللومول ونزيد نشباح بهذا تاع الكاكاو حاولت يعني نغطي كامل الجزء دوك تشوفو معايا وبعد اكيد يتقسمو هاكيد يجيكم من داخل كي ما نقولو شوكوفاني ولا هكا نواغ بلان يجي بزاف شباب هنا يحاول ثاني نغطي شوية بالأبيض ونزيد طبقة تاع الكاكاو كي ما شتو البنات وتقدرو تاني بعد ما تكملوه كامل تفرغو كامل يعني الخالط في المول تحكمو اعوات شوية ولا كوردان وتقعدو تديرو هكا دي زيجزاك تروحو وتولو تروحو وتولو باش يجيكم من تحت روخ خامي كي ما نقولو كي ما يحب الخاطر يجيكم كامل هكا مخلط فيه الكحل وفيه البيض كي ما اشتو هنا سنغطي كامل بالبيض هكا باش يعني من الفوق ميبانش وحتى كي تقسموه باش يبان باللي فيه الشوكول داخل هاي ليك قاعدت نغطي في كامل هذي كلف طبقة لي فيها الكاكاو واكيد كنت نمش على الفرن تاعي على 180 درجة من بعد نحط الكيك تاعي طيب ان نقص كي ما نقولو لحدو انا درتو في الرقم بين 1 و 2 يعني قريب للتنين هكا باش طيب ويتنفخ ويجي ما شاء الله وما تحطوش لتحت كامل سيو طلعو حطو في درجة تانية هكا باش طيب لكم وتتأكدو من طياب ديالو اهنا بالنسبة للتزيين درتو شي كوكو ايفيلي كان عندي هكا في البلاكا قولت تنزيين به انتو ما تقدرو تخلو هكا تقدرو من بعد كي خرج تدهنو بالمعجون تدهنو بلا جولي يعني لكم الاختيار هاي لك ودخلتو يعني فورا كي ما نقولو بلا ما خليتو يريح بلا والو اهنا بعد ما طابلي كنت نطلع عليه وشفتو باللي تحمر اه درحت باش مفيريفي توجو للمبتدئات دخلو موس ولا كيوغدان ولا اعوات شواء باش تشوفو الى طاب الكم ولا مزال انا دخلت هاد الكيوغدان لقيتو مزال ما طاب ليش مليح يعني مزال ما نشف مليح مزال وخرجتو من الدي هكا فيه شوية مرصوات على عجينا عاود دخلتو وغطيتو وغلقت وخليتو يطيب وشوفو وين كان بين واحد وثنين اهنا بعد ما طاب ليش تخليتو بالك واحد ديم او وحد اخر القيتو طاب اندخل للموس اكيد باش نزيد نتأكد اهنا في الاطراف ثاني جوز كامل بشيت نحالي بكل سهولة رشيت لوس سيكو غلاس ودكا تشوفو معايا في طابق التقديم وتشوفو كيفش جا من داخل وجا طالع ما شاء الله شاهدكم في الجنان تمنى تجربوه لوليداتكم هكا فقهوة العاصر ولا تحضروه في الليل الغدوة من دك ان شاء الله كيما تحبو ما تنسوش تبعتو لي في الانستغرام تطبيقات ستعكم باش نبرتاجيها في الستوري كيما العادة والعوايد الانستغرام وسمو ام تاميم تلقاوها في صندوق الوصف وفي اول تعليق هايليك هنيا النتيجة تعود وكشوفو من داخل هدك شوكوفاني كيما نقولو كيفش جا شوفو البناج حل جاش باب شاهدكم في الجنة وهذه هي الوصفة التعنى والاغوتين التعنى لحقنا لنهاية على فيديو مبقى لغير نقول لكم تهلا في روحتي كم تلقاو في روتينة جديدة ان شاء الله سلام سلام